همد ازايك؟ الحمد لله ازايك عبد الرحمن عملي حبيبي نورنا في يلا كورا؟ ربنا يخليك انا مبسوطاً انا معاكم النور ده وان شاء الله تبقى حلقة كويسة بإذن الله ان شاء الله عملي مع المؤولين؟ لا الحمد لله الامور كويسة طبعاً انت عارف ان انا بقى لي فترة كبيرة فالنادي دلوقتي يعني اكيد قريب جداً مني وعزيز جداً على قلبي فالحمد لله الامور ماشي كويسة الحمد لله بقى لك اديه كده؟ بقى لي تقريباً سبع سنين دلوقتي يعني تقريباً المؤولين يعني قرب دلوقتي من نادي الاهلي في المدة اللي انا لعبت فيها يعني فكرتش في خلال السبع سنين دي تاخد تحدي كبير؟ والله فكرت يعني فكرت كزا مرة برضو معوضوع التغيير بيجي وقت من الوقات كده بيجي من معوضوع التغيير مهم بس بتحصل حاجات بتخليني اكمل في النادي والناس متمسكة بيه الحمد لله لغاية لغاية آخر وقت وعلاك تبين قوية جداً فبارجع تاني في قرار يعني جالك عروض كتير السنة دي والنادي تمسك بيكات ايه هي العروض؟ وليما فكرتش انت تضغط وتمشي؟ والله في اول السنة في عنديها كتير الحمد لله كلميتني يعني كان من ضمنها نادي البنك والنادي المصري والنادي الاتحادي يعني فيه الحمد لله كان فيه عروض كتير بردوا اتكلمت مع الناس في النادي والناس بردو الاندي بيكلمهم على طول باش مانص محمد عدل وبي قافل على طول الباب وبيعادي يتكلم معي وكانت علاقتي كانت اعلقتي مع زجل الفني كانت علاقه ما يازة الكابتن حمد النحاس لاشيrivادật النحاس فبردو الناس كانت متمسكة بيه ايه فانا بردو كنت حابب اكيد بردو النادي فكان بي بردو تفكيري في المشام مش 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 اللي هو يعني بضغط او انه نمشي اللي هو الموضوع لو لو مشي خلاص لو ممشيش برضو انا مقصود في نادي الماولين ما عنديش اي مشكلة ايه انت عادك اخلص امتى مع الماولين؟ السنة دي ان شاء الله بالسنة دي هل تكلموا معك في تجديد في قاعدة قراري بالتجديد؟ والله احنا بنتكلم على طول يعني اما الناس عندهم ثقة فيها ان انا مش مش ما ما بفكرش ان انا ابقى موجود في حتا تانية اا كل تفكيرهم ان انا هكمل السنين اللي فضلوا لي معهم يعني فالطول بينتكلم هم على طول بيكلموني في موضوعات تجديد ولو في امور كويسة وما فيش اي مشاكل اكيد ان شاء الله كمل يعني بس اكيد النادي الجماهيري ده برضو حلم من احلام محمد ساميري اني بقى اخر محطاته؟ اكيد طبعا لانديات جماهيرية انا لعبت في النادي الاهلي ونادي الاتحاد وناديين كبار جماهيريا موضوع طبعا بيبقى مختلف تماما لانديات جماهيرية بيبقى لها طعم تاني مختلف غير الاندية الاندية الشركات يعني تقريبا بتبقى برضو الضغوطات اهلة فالموضوع الجماهير ده بيحط عليك ضغط طول الوقت فموضوع الضغط ده بالنسبة لي بتبقى حاجة كويسة وانا متعود على موضوع الضغط ده من انا صوار في النادي الاهلي وطبعا انهم تلاتهم على الفريق الاول فالموضوع بيبقى بتبقى حاجة كويسة ليك كلاعيب اه فاكيد طبعا لو جاتلي فرصة ان انا اختم حياتي في رجاء مهيري هتبقى حاجة كويسة بالنسبة لي اكيد في الفترة انت كنت فيها في الاهلي كن في ازمات بتحصل جوتة اللبس بس ما كانش حد بممكن يسمعنا حاجة بنسبة اللعبة الكبار اللي في النادي الاهلي دي كلا كان في ازمات ممكن فعلا تكون حصل في ده كتير جدا كان في مشاكل كتير جدا لم pega اكبر مشكلة حصلة لطبي hmmm كم في مشاكل كتيرة وkam في اه كم في حاجات يعني هاي طبعا في حاجات كترة ما يفعلش تتحكي لان. ما هي مواقف كلها مشاكل مشاكل كبيرة ومع العيبة كبيرة فمشاكل لو اتحكت دلوقتي هتاعتامل مشكلة يعني. فلا حصلت مشاكل كتيرة بس هي الميزة في الفترة اللي ان كنت موجود فيها في النادي ان اللعبة كانت كلها بتحب بعض. فكانت المشكلة بتتلمى على طول. فدي كانت منجحة برضو الفرقة بشكل كبير. كانت على قد ما بتقدر المشكلة دي ما بتطلعش بره. حتى لو طلع بره تراتيش كلام ان حصل مشكلة بس التفاصيل محدش عرفها. وكانت اللعبة كبيرة دائما بتحل المشكلة دي على طول. ما الموضوع ببيخدش وقت. تلاقي تاني يوم مسلا تريكا واي الجمعة اي حد من اللعبة كبيرة مسلا يقول لك يا جماعة خلص تمامين وايه. وعندي في البيت مسلا هنتعشق او هنتغدنا مع بعض. تلاقي الفرقة كلها خلاصت فعلا نروحنا تبدأ الامور تتحل من هنا. تبدأ اللعبة كبيرة تتكلمة حصل كذا كذا ما ينفعش يحصل. نقول لنا اخوات احنا نحب بعض احنا بدنا في نادي كبير. آآ لازم المشاكل دي ما تبقاش موجودة انا المشاكل دي هتأثر عليك فنيا طبعا. كل ما بيبقى في مشكلة في فوق اللبس او في النادي دي بتأثر عليك جوال ملعب. بشكل كبير. فالمشاكل كانت تتحلع اطول. بس طبعا في مشاكل كان في مشاكل كبير ايه. جزي بقى كان بيتعمل مع اللعبة الكبار دي ازاي قدامة كنت لسه ناشئ صغير. جدا. اللعبة كلها كبتخاف منه. وده يسرل نجاحه. اللعبة كلها كبتعمل له حساب وآآ كان كان على طول بينتقط اللعبة الكبيرة على طول. ماتشات كتيرة تبقى خارج اللعبة الكبيرة مش عايز اقول لك عملت كل حاجة في الكرة. وتلاقيه هو تاني يوم في في التمرين بيتكلم على اللعبة ان ان انت مبراح كنت اوحش واحد في الملعة مصر. تفاهم? ويقول لك كزيرو مبراح زيرو. زيرو انا مبراح على فكرة عشر من عشر. انت بتخيل. بس هو بصص له في حتة تانية. هو بصص. ما ديدينا موقف كده. في ماتش مسلا من الماتشات مسلا كان تريكا مسلا وبركات. عايز اقول لك ان هم اللي كسبوا الفرقة وكانوا احسن ناس في الفرقة. وكلنا شايفين كده. جينا تاني يوم فقال اه قال مسلا تريكا وبركات مبراح مسلا تريكا زيرو بركات تو زيرو. فالعبة طبعا يا كله تبص البعض انت بتقولي يا عم فهم? الناس دي مبراح هيكت احسن بس هو كان بيبقى ليه ابعاد تانية اللي هو بيحطك تحت ضغط. في ان هو عايز منك حاجة تانية قدام. تفهم قصدي? هو عارف ان انت كنت كويس مبراح بس هو هو اصل ان هو يعمل معك كده عشان عايز ياخد منك حاجة قدام احسن من اللي انت عملته مبراح. طبعا. لا لا كان كله بيضحك طبعا. هو كان على طول بقى اه لو عايز يجي على حد جامد اوي ما كانش بيكلم معه وسط اللعيبة كان يقول الكلمتين في بداية التمرين وينادي مسلا يقول له اللي عايز الكلام معي هو هو اخده المكتب جوه. يدخل المكتب جوه اللعيب بيبداس عليه طبعا. بس احنا مش قدامنا. بتلاقي اللعيب خارج واحد تاني خالص بقى. مين الفتاة المدلل اللي كان عند مانو الجزين من اللعيب? لا اكان فيه كزا حد بس اكتر اتنين تعريبا. كان بيحب تريكا جدا. وبركات. والكابتر عبدالنحاس طبعا كان بيحبه جدا. تلاتة دول انا شايف انهم كانوا اكتر تلاتة قريبين منه ايه. وعند الكابتر حسام البادري? لأ كان بيحب طبعا تريكا برضو براكات واللعيبة الكبيرة برضو والجمعة. اه كان فيه حد كزا حد كنة من اللعابة الكبيرة كان الكابتر حسام برضو بيحبه. بس اكيد كان فيه فاتا مدلل عندك? تريكا وبركات كانوا دايما هما الارب اه الناس لا اي حد لانهما كانوا مؤثرين فكانوا اكتر ناس كابتر حسام كان بيحبوه من يا. تواجدك في الفريق الاول وسط العمالقة او الجيل الزهبي للنادي الاهلي ده اثر في شخصيتك كلاعيب ناشئ وفادك على المدى البعيد? اه جدا جدا يعني عايز اقولك ان انا لغاية دلوقتي الفترة اللي انا قضيتها في النادي الاهلي مع اللعيبة الكبيرة دي هي لغاية دلوقتي هي هي دي الخبرات اللي اكتسبتها هي دي الخبرات اللي انا بقدر انقلها دلوقتي اللعيبة اللي صغيرة. اه طبعا موضوع انا معي جدا تعلمت من الناس دي حاجات يعني مش عايز تعلمت. لا حاجات كتير قوي. الناس دي كانت اه كانت اكتر حاجة بتتميزهم ان هم عندهم الشغل بتاعهم ده ده اهم حاجة يعني تركزهم كله في الكورة. مش عندهم اي حاجة في دماغهم تاني غير الكورة. وده اللي احنا متوقدينه دلوقتي. يعني هم كان عندهم تفكيرتهم التفكير بتاعهم العاقلية بتاعتهم كانت جدا. الناس دي كانت بتكسب على طول. فما كانوش بيشبعوا. اه النهارده واخد بطولة. اه بكرة في التمرين انا احسن واحد. انا اللي مكسب النادي مبارح انا بكرة بموت نفسي عشان عندي موضش تاني عايز اكسب عندي بطولة تاني عايز اكسب. فالحاجات دي كلها اصارت فيها طبعا. كنت بشوف اللعبة الكبيرة دي كنت بعض بقى مستقرب يعني تريكة وبركاتهم الناس دي مبارح مكسبين النادي بطولات مسلا كبيرة والناس كلها مصر كلها بتكلم عليهم. طيب اه ريح بقى شوية يا عم فهم? الناس دي مكانش عداك كده اخوة المستاني يوم بيتلاقيهم احسن ناس في التمرين. تعالنا نفتكر بقى كم لعيب كان في مركزك كده? وانت لسه متصعب? لا انا طلعت فاريه الاول كان فيه لعبة كتير جدا. كابتن عماد بن حاسي. واحد كابتن والجومعة اتنين. اه كابتن شهادي محمد. كابتن احمد السعيد. كده اربعة. اه كابتن رومي عادل الخامسة. كابتن محمد صديق ستة. اه عبد الله جلال سبع. سبع لعيبة. سبع لعيبة. وانت التامن. ازاي بقى المنافسة كانت موجودة مع اللعيبة الكوبار دول. وانت لسه لعيب صغير طالع. وازاي قدرت كمان ان انت تلعب وتبقى موجود. لا المنافسة طبعا كانت صعبة جدا. اه فانا اصلا تواجدي مع الفاريه الاول ده كان بالنسبة لي حلم. ان انت انت متخيل انت كناشئ. اه شايف الناس اللي موجودة في الفاريه الاول فانت بالنسبة لك موضوع انت في الفاريه الاول ده موضوع مستحيل. اه وما كانش حد بيطلع قبل كده ولعيبة كتير مرت كانت كويسة جدا. فبيجي عليها سن الفاريه الاول فبتضطر تيمشي من نادي النادم يمشيها. فان انا الحمد لله الماتش اللي انا بقولك بدأت فيه مع الكابتن حسام اسمايب سمع الليها ده فرق معي جدا جدا يعني. مستلمان اللي اتفرج على الماتش وكلم الكابتن حسام كابتن حسام ملغني قال لي الراجل مبسوط قوي بيك. ودي كان البداية بالنسبة لي. ولما رجع مستلمانه بقى بدأت مع الفاريه فترة اعداد فالحمد لله الراجل كان يعني كان مقتنع بيه جدا. وكان شايف فيه حاجة كويسة. وكان دايما بتكلم معي ان انت هتبقى مستقبل النادي وكده. فواحدة واحدة انت عارف الامور بتبدأ تساعدك يبدأ مسلا اتنين تلاتة ساعتها الكابتن رامي عدل تقريبا تلاقي اعورك كابتن متصديق ماشي. الكابتن عمل ان نحاس تعور فكابتن واي الجمعة في سنة من السنين راح راح لها في قطر فبتبدأ الامور ايه? واحدة واحدة كده تبدأ الدنيا تفك بالنسبة لك تبدأ الامور احسن شوية تبدأ تاخد مرشواتك. تبدأ الناس تعرفك واحدة واحدة فالامور مشيت كده يعني. مين كان اكتر واحد بتلعب عليه? او في الحتة اللي انت موجود في ادي كان هو بموجود وكنت انت بتلعب? لا اهو بص اه احنا الفترة طبعا كنا بنلعب بثلاثة هورا كان فيه لبرو. طبعا الكابتن عماد نحاس انا المفوض اننا كنت اطالع من ناشين لبرو اصلا. كنت بلعب لبرو على طول في الناشين فالكابتن عماد اه اه تصاب جلل رباط صليبي. فكان طبعا ان انا اللي كنت هيخد فمسطر مراني يتكالب معي هو مش شايفني ان انا في لبرو احسن من السردباك. هو شايف ان انا في السردباك احسن. فكان بيلعب اللاب ساعتها اه شايفي هو اللاعب لبرو وكان بيلعب ناس فجاء علينا وقت كنا عشان ضغطة الموشات فكان بيقعد كل اه يعني جاء علينا سنة كان فيه كل موش يقعد واحد من الاربعة كن احنا الاربعة. كان اه كان سمير وشايفي واحمد السيد. والجمعة. فكان مسلا الموش ده سمير هيقعد التلاتة هيالعم الموش اللي جاي عشان تبدأ الناس عشان تبدأ الناس ترتاح هييروح مقعد واحد. مين كان اكتر واحد بيداي لا كلهم كابتن وايل جوبا كان اكتر واحد بيداي طبعا لعبة كبيرة انت عارف دايما بيبقى بيلعب وعايزي بقى موجود ف... تسكر موقف؟ لا بس هو طبعا كان عطول يقول لي انت هتبطلني انت لو انا اقول له بقى جمعة كفاية بقى انت هتبطل امتى بقى كفاية انت هتبضل تلعب لغاية ما انا هبطل وانت هتلعب برضو الحاجات كلها هم الحمدلله كانوا برضو بيتعمل معناها بشكل كايز جدا وعارف بيحتضي نوك ولعبة فعلا كانت كبيرة ولعبة مسئولة فعلا ففرقت هو عن جدا معي كابتن حسام البادري وهو مدرب عام مع كابتن مانو الجزيكات هيا دي شخصيته المعروفة عنه دلوقتي ونفس الاتيتيود بتاعه دا ولا كان ايه اللي اختلف وايه اللي ممكن يكون اكتسبه ساعته بص الكابتن حسام دايما على طول يعني على طول في كل اوقات هو شخصية صريمة جدا وراجل بيحب شغله وراجل هو بيبالل الناس ان هو راجل على طول يعني صارم ومجدود هو طبعا برا الملعب وبرا الشغل اكيد شخصية جميلة كابتن حسام وعلا طول بيضحك ويهزر بس هو في الشغل كل تركيزه في الشغل فبيبالل الناس دايما ان هو مشدود يعني فطبعا الفترة اللي هو كان فيها مع مستر مان كان هو مدير الكورة وكان مدرب عام فكانت الناس مش بصاله ان تعارف دايما بيبقى الكوروز كله دايما على المدير الفني فكابتن حسام مكنش حد مركز اوي في ان هو ممكن يبقى شخصية صارمة اوي فبدأ طبعا الناس تركز لما بقى مدير فاني تعارف لما بتبقى مدير فاني الموضاع بتبقى زين الناس كلها مركزة معاك فبدأ الناس تاخد انطبعا لأن الكابتن حسام على طول على طول مشدود وما بيتحكش فهو زي ما بقول الكابتن حسام في الشغل ما عندهش تهريك خالص حتى في التمرين كان كده ما كانش عنده على طول اي حد يعني تهريك برا الشغل احنا ممكن خلاص نبدأ نهضر وندحك وكده بس هو فطول ما هو في الشغل عنده شغل وعنده تركيز دايما فهو ده الانطبعا اللي اتاخد عن الكابتن حسام بالنسبة للناس برا يعني الجماهير يعني ايه المختلف من الجيل الزهبي للنادي الاهلي ايام ما انت كنت موجود مع العيبة الكبار دي عني الجيل الحالي لا فرق فرق السماء للارض بامانة يعني الناس دي بقول لك العقلية كانت مختلفة تماما تماما يعني الناس دي كانت زي ما بقول لك يعيشها حياتهم كلها الكرة وهما مادية مكنوش بأيقظوا فلوس يعتبر بالنسبة للاركام الموجودة دول Renzi مكنوش بأيقظوا فلوس انا قلت الدths قبل كده قلت ان نابوتريكا والناس دول كانوا بيأيقظوا فنال film 192-20030 مليون جنيه وكان مكننا بلنسبة لهم يعني احنا كده كويس قوي والناس دي بقول لك خدت كل حاجة ممكن تتاخد في الكورة يعني كانوا كل يوم بياخدوا بطولة انت فاهم فالعقلاب كانت مختلف تماماً وهم في الكورة كانوا يعني ما اعتقدش ان الناس دي هيجي زيها تاني دلوقتي انت عندك اللعبة فيه لعبة كتير كويسة ولعبة كتير يعني مؤسرة بس طبعا مش يعني الكواليتي مختلف تماماً قبل كده زمان الكواليتي كان أعلى كتير المسؤولية نفسها دي بدي بالنسبة لي مهم انت تبقى مسؤول وعارف انت انت بتلعب في نادي كبير وان وراك ناس كتيرة مستنية ان هي تفرح برضو المسؤولية دي مش موجودة عند احد مين بقى هاخد من كلامك ان ابو تريكا وبركات كانوا بيتكلموا اعلى عقد فيهم كان مليون جنيه او اتنين مليون جنيه مين كان اعلى عقد ساعتها في الاهلي لا انا مش هاضر افتكري لان انا طبعاً كنت صغير وما كنتش بقى بقى عارف اصلاً الحاجات دي خالص فكنت ممكن اسمع بس من اللعبة اوية بتتكلم اللي انت سمعتو؟ اللي كنت بسمعهم هو هو مليون جنيه كان اكتر واحد داخل مليون جنيه كانчو فيه حد كان تريكا والناس اللي هي الفئة كان كان زمان فيه فئات كانت الفئة الاولى اللي هي اللاعبة الكبيرة دي كان د دائماً بيبقى فيه الفئة اولى كده ممكن تلاقي العشرة مسلاً تقريباً اللي هم ممكن بيبكسين دول بتلاوع فيها اولى يبدأ للناس اللي الفرص اللي ع بعضchu تبقى أعلي شوية بتبدأ تبقى فاة تانية والفاة التالتة دي الاخيرة اللي هي بقى الولاد الصغير اللي احنا كنا بناشئين حد جاي من بره مسلا. كنعود بقى ناشئين كم? لا احنا كنا بناخد ساعتها مسلا خمسين الف جنيه. الصغيرين دول بياخدوا خمسين الف جنيه. طب تتكلم معهم طب زودني شوية يقول لك لا انت حسن انت ابن النادي ولازم توصبه انت ما عملش حاجة. تبدأ مسلا انت عمل سنة كويسة يبدأ هو يجيبك يقول لك والله انت عملت سنة كويسة فهنا زودك مسلا خمسين الف جنيه على الخمسين. تبقى مية فاهم? ويزودك سنة. يعني زودك سنة من السنة اللي خلصت. فكنا مشين كده طبعا يعني لغاية ما مشيت من النادي الاهلي كان تقريبا اكتر فلوس خدتها. كان عقدي مسلا متين الف جنيه ده كان عقدي كله في السنة. اعلى عقد انت خدته في اه طبعا كان متين الف جنيه. ده اعلى عقد خدته يعني. فالموضوع كان مختلف. والناس دي خلي بالك اللعبة دي كان بيجي لها ارقام برة كبيرة جدا. وعروض واكيد انت كنت عارف وعروض كبيرة من من ناس اه في اوروبا وناس في الدول العربية وكانوا بمصورين ان هما يكملوا في النادي. ما السر؟ النادي الاهلي لأ الموضوع مختلف. بامانة يعني مش عشان انا طالع من النادي او انا من ولادي النادي فاقول كده لأ. انت فعلا بتدخل جواه النادي الاهلي بتحس ان انت فعلا في اوروبا الناس جدا في كل حاجة. النادي الاهلي يعني لأ الموضوع مختلف عن اي لعبت فاندية تانية فقدر اقول لك ان الموضوع لأ مختلف مختلف تماما. خدت كم بطولة مع الاهلي? خدت عشرة. ايه اغلى بطولة? اه بافريكا طبعا. افريكا الفين وتمانية دي كانت اغلى بطولة لان انا كنت مع الفرقة من اه من بعد البطولة اللي هي بتاعة الصفاكيسي دي. دي انا كنت رسة في الناشئين. بعد البطولة دي تلات مع الفريق الاول حضرت الفين وسبع النجم استحالي في القاهرة اللي اتغلطنا فيها في النهائي. اللي هي كابتن عماد التراطية في المطش الاخير ده. فطبعا كان نفسي ناخد البطولة ما ما خدناهاش. خدناها في الفين وتمانية. فدي طبعا كانت اغلى بطولة اكيد بالنسبة. اه هروح بيجبالي اليوم الصعب. يوم رحي لك عن نادي الاهلي. اه. ايه الاسباب? بص عارف انا نمت وصحيت قلت لأ انا لازم امشي. اه كان بقى لي فترة مع الكابتن حسين ما بالعبش. ومش حسس ان انا ممكن اخد فرصة. انتفاهم? وكنت بدأت خلاص اصلا لما مستر المانو الفترة اللي كان موجود فيها كنت بدأت لا خلاص الامور بالنسبة لي بدأت تبقى كويسة جدا. وبدأت اخد مرشات كتير وخلاص بدأت تتحس ان انت بقى ليك دور كبير. وبدأت لعبك كبيرة زي ما بقولك الكابتن عماد نحاس ماشي من النادي. جاله صليبي في صليبي فماشي السنة اللي هي اللي انا لعبت فيها مع مستر المانو اللي بشكل كبير دي ومستر المانو ماشي فيها شادي محمد ماشي. فبدأت الامور بالنسبة لك تبقى احسن. برضو العيبة كبيرة بدأت تمشي من المكان. فبدأ المكان يفضل شوية. فلو بتلعب في السنة بس من الخمسين مارش عشرين مارش. انت ممكن توصل الاربعين مارش تبقى اساسي بشكل كبير. فحسيت ان الامور مع كابتن حسين مش النادي الاهلي. في عرض وصل والادارة ما يتلكش عليه. ايه. وفي عرض تاني كان كلامه جس نبض. ايه اللي حصل في العرض? ان دي قلوه كان وامتى. للأسف العرض الاولاني كان من تقريبا فيها من تقريبا ممكن يكون من اربع سنين. ايام الكابتن رعودة الفترة الاولى. كنت ماشي بشكل كويس جدا. وان باش ما نصعد لكي يكلم باش ما نصحهم ادعي دل. وكل حاجات دي ما كنتش عارف انا حاجة. وطلبوا ان فعلا ان انا رجع النادي. وكان ساعتها كابتن رعودة رفض تماما وقال لهم لا انا مش مش هادر استغنى عن ساميري دلوقتي. والامور اتقفلت. وانا ما تبلغتش غير بعد الامور ما اتقفلت. وكابتن حتى عودة جي اتكلم معي وقال لي حصل كذا كذا. وانا معلش. ما تزعلش مني عشان لو عرفت مبرة. ما تقولش علي. ان انا يعني وقفت في طريقة. كنا كنت محتاجة كوي. فما تزعلش. فانا تلعب فبتتمنى ان انت تلعب والناس تبدأ تكلم عليك كويس عشان ترجع تاني النادي. هو ده الهدف بالنسبة لك. بس وسعية الموضوعات اعفل وقلت لكابتن روضة خلاص حصل خير وكده. والمرة التانية كانت من يعني لسه الكلام ده من من قريب. وبرضو حد حد قال لي ان انا تعرض اسمي من من المدير الفني. وان في كلام ان هو الرجل ممكن يبقى عايزني. وتقريبا حصل اختلاف في موضوع السن بالنسبة لاجنة الكرة فا. كانت من امتى بالزبط? نعم. قريب اوي. قريب او. امتى? لا الكلام ده لسه من قريب. نتكلم في اسبوع مسلا. ان انا حد كلمني وقال لي انه مستمسلماني تقريبا انا اعرض اسمي على لجنة الكرة لان هم محتاجين حد دلوقتي بشكل كبير. فهو هم يعني لجنة كرة كلمت مع نا سامير من ولادي النادي وكان موجود معنا وحد كويس وفنيا اكيد كويس وماشي بشكل كويس بس موضوع السن ممكن يبقى عايزك بالنسبة ان احنا محتاجين حد دي بقى صغير بحيس نوعيات فترة طويلة في النادي ايه. ليه رفضت لاندوامني الزمالك وانت في المولي? والله بص اه. ورفضت رفض تام. اه الموضوع انت عرفت ان الموضوع ده كان سري جدا بصراحة وما ما 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 اكيد يكون ما قولش لحد لان الحد اللي كلمني ده ما كانش عايزني اه اه اتكلم خالص لان حد كان من اه من اه من الجهاز الفني وكان برضو حد اجنبي المدير الفني كان اجنبي وقال لي هو طالبك بالاسم فانت. مين? طب انت يعني عرفت كل حاجة وعيبتش. انا عايزك انت تو. كان اه كان جروس طاعته هو المدير الفني. وكان معا حد اه في الجهاز مصري وهو كلمني وقال لي الراجل عايزك وكده فانت فانه قولت له امور هتبقى صعبة بصراحة. اه. وعملت ايه وانت راحي لعادة. نادي الزمالك قلت له قلت له قلت له نادي كبير واي حد يتمنى مش 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 كلام انش يعني دي حقيقة فا اي حد اكيد لازم يتمنى ان هو يبقى موجود في نادي الزمالك نادي الزمالك كبير. ومن اكبر لانديه في مصر وافريكيا. بس المور كانت بالنسبة لي مكنش حاضر استحمل الموضوع حيبا صعب. انا محسوب نادي الزمالك وعايز افضل منتمل النادي يعني. بس انا عرفت برضو كده ان انت كنت راح في الطريق تقعد ودفت ورجعت ما قادرتش. اه. اه. كان في قاعدة ما بيننا الحقيقة و اه. وانا اتكلمت برضو مع مع اهلي وكده وهم برضو يعني يعني هما مكنش حابين بصراحة. انا عندي برضو والدي والديتي وعائلتي اغلبها كلها الهوية. روح للفاكرة التانية فاكرة او الزاكرة ونشوف زاكرته عامل ايه. احراست هدف من فاول في مرمى الانتاج الحربي. موسم الفين سبعتاشر الفين وتمنتاشر وكانت في الجولة السبع. كم مين ناجون الانتاج? عامر. عامر محمد عامر. كان في الديئة كم? سهلة دي. في الديئة اه بص كان في الشوت التاني. ممكن نقول مسلا اه خمسين. اه. ستة وارباين. ستة وارباين. طوما يا رايبة. كان في بداية شوت تاني انا فاكر. اخر سورة من الزاقة عن استجرام كان بتاريخ كم? اه. اصحاب قوي دي. بس انا برضو في الامش يعني مش متفعل قوي على الانستجرام والسوشيال ميديا بس عشان كده الصور عندي بتاب من الفترة. ممكن نقول مسلا شهر اثناشر? لا. بعد كده? قبل. قبل كمان يعني اه كل ده ما نزلتش. اه 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 شهر احد واشر مسلا. لا. برضو قبل كده? ايه ده انا بهرج على فكرة. عشرين عشرة? خمسة وعشرين عشر. خمسة وعشرين عشر. وانت في الاتحاد احراس تهدف في مرمى المقاولين من ضربة راس. مين اللي عمل لك العرض ايه? فاتح عبروك. منذكرتك كويس ايه? ايه لا. في حاجات كده ما بنسيش. طيب احراس تهدف وانت في الاهل من راكل الجزاء في مرمى الشرطة. مين كان حرس الشرطة? اه احمد سعد. اتحد مغشيش اك. لا والله ولا حد الا ايه حاجة. طيب اول كارت اصفر حصلت عليه مع مع الاهلي في الدوري. كان موسم الفين وسبعة الفين وتمانية. كان قدام فريق. مستحيل دي. مولين? امبي? امبي. امبي. مستحيل. افتكرت انا. طيب اخر مباراة اللي عبتها في الدوري مع الاهلي. كانت قدام مين? اخر المرش اللي عبته مع الاهلي. صعب قوي دي. اتحد? لا. دي مستحيلة. دي مستحيلة عجابها ازاي دي? ده اخر مطش مع الاهلي. ما انا كنت اعمل حسابي ارجع تاني معرفش ان هو اخر مطش مش هيتكرر يعني. المقصة? المقصة اوه. المقصة اوه. اتعدلنا في واحد واحد? لا. انتو تعادلتو بس مش واحد واحد. تين اتنين? نين. كابتر احمد حسن جاب فاول صح? صح? نين اتنين. موقف ده كان تقريبا داخل مطشة برضو لكابتر احمد حسن. كابتر احمد كان بيلف الكرة كمر. لا كتير. كتير قوي. ده الفاول ده نفس جابيتني شوية ان انا لعبه. بقى ان في الاهلي ما كنتش بلعب طبعا عشان كده. فالمطشة ده كان في لعب كتير مش موجودة. فالكابتر احمد قال لي انت هتهرج ولا ايه? فاشدها جابها جول. فقلت له الله انا اسف ان انا قلت لك عزيزي. قلت لك اتعلم. اه قلت تعلم بقى شفت راح اتعامل ازاي. اول مباراة مع المقاولين كانت امام الاهلي. النتيجة بتاعتها خلصت كم كم? موسم الفين وخمستاشر الفين وستاشر. لا انت كده انت كده مصعب الدنيا اول مطش مع المقاولين قدامي الاهلي. النتيجة كم كم? اه. ممكن مسلا نقول اه اتنين سفرة. نا. تلاتة سفرة. يا تلاتة. تلاتة واحد. تلاتة واحد. تلاتة واحد. افتكرت انا المطشرة. احرصت كم هدف في مسيرتك? لا اصعب بمعرفش برضه. عشرين? تلاتين? نا. لسه مغشيش اكبلها. ستة عشرين. ستة عشرين. افتكرت. افتكرت. ستة عشرين. زاكرة حلوة ايه ما شاء الله. اه كده كويسة. اه. كم من عشرة كده? لا كده ممكن سبعة مسلا. سبعة. اه. السبعة كده حلوة بفاتني كم واحد برضه. خلصنا فاكرة الزاكرة مع الكابتن محمد سامير ونروح لفاكرة المانتومان. شوف هو مدفع يترقص بسهولة ولا يتعبنى معاه. تشميسة قلنا نكتة قالها ابو تريكا واتحكت مجاملة لي. لا يقول النكتة اللي لها تحكت مجاملة لي. كلها بصراحة. بس يعني اللي فاكره كان دايما يقول لي. انا سامير انت عندك كم سنة? اقول لك اترى عندي اثنين وعشرين. يقول لي كامل عليهم واتجزة. النكتة تريكا كتعطول يعني بايخة. الكبري بتشوت ضربات جزاء وسط عمالكة. تريكا بركات متعب. كان ترتيبك كام عليهم وكانوا بيسيبوك تشوتو. انت لسه ناشئ صغير. لا طبعا ولا ناشئ صغير. الامور كانت صعبة. بس جيه وقت اتحطيت رقم واحد مع الكابتن حسام. وجلنا جي ماتش في افريقيا كنا كذبانين واحد سفر. كنا خسرين براها سفر. كنا محتاجين نجيب الجولة تاني ومش عارفين خالص. فالكابتن حسام كان حطيتنا رقم واحد وجلنا بنالتي. فتريكا مسك الكرة. فطمعا ما قدرتش اكيد اتكلم. سيبت تريكا يشوتها. وللاسف تريكا ضياعها. فبعدها بشوية جلنا ضربة جزاء تاني. فساعت انا شطها. والحمدلله جيتها جولي. مين كان احرف ابو تريكا ولا براكات. اذا كده انت هتورطني توريطة صعبة. لا الاتنين طبعا جمدين جدا. ممكن نقول تريكا احرف شوية. براكات كان كان خفيف واسرع. ايه اكتر موقف كوميدي ما تنسهوش منهم. لأ انهم عندهم مواقف كتير بالذات طبعا براكات كان عنده مواقف كتير كوميديية. التريكا كان زي ما بقولك كان عطول كده بيقعد يعمل نكت ومعالب كده داحكوا كلها. وبركات طبعا لأ براكات عنده مواقف كتير كوميديية. المواقف ما تنسهوش من براكات. كنا بنلعب في ماتش من الماتشاط. وانا اخدت الكورة وطلقت يعني خدتني كده الجلالة شوية وطلقت قدام وعملت وان تو رفعت كرس وكانت هتدخل جولفة وبركات تعالي هلها ساميرو والله احسن كورة اشوفها لك من تساعت ما دخلت النادي ده. شكرا لأ تريكا. لا تريكا على طول براكات قصدي على طول مواقف اضحك يعني. تفتكر مواقف ما بينهم هما الاتنين وعدتوا اضحك علي. ما بينهم هما الاتنين? والله لا دلوقتي مش هعرف افتكر بس هما كانوا على طول هما الاتنين ضحك طبعا مع بعض. كان على طول براكات بيعد يرخم على تريكا على طول في النقط اللي بيقولها دي فدلوقتي دلوقتي ممكن ما بقاش فاكر او حاجة ما بينهم ايه. خلصنا فاقرة المان تمام مع كابتن محمد سامير وهنروح بقى دلوقتي للاعبة الاكسو. بتعرف تعب اكسو? او. حريف يا? لا مش حريف بس شغال يا اه. هنروح لفاقرة الاكسو مع كابتن محمد سامير. نلعب دلوقتي لعبة الاكسو مع كابتن محمد سامير ونشوف هيعمل ايه. جايز يا كابتن? جايز. ابدأ. هفين كده يا بودي. خلص دي خليك تكسب. اكسب. اه شكرا يعني شكرا. افويل ده? اه شكرا. هفين بتخزر انت. كنت قاهد انت بقى مع الحضري في القوضة قبل ما يهرب ويروح سيون. ايه اللي حصل بقى واحكي لنا الكواليس وانت كنت عارف ولا لأ? يعني اخلي بقى لك ان انا مش اقيل خالص على الموضوع والله. ما عرفش برضو انت عرفت ان ايه. هو ممكن يكون كمان الكابتن الحضري مش فاكر. لا انا اخر موضش هو فعلا كان عندنا تأليم من مصري في الكاهرة. ده كان اخر موضش. وانا كنت عاد معه في المعسكر قبلها بيوم. اعدت معه في القوضة وكان بنسبة لي طبعا بعنا نصة صغيرة وعادت مع الحضري انت عارف بعد. محبوب بقى ما لكنا صاحبه قال له ما لكنا عادت مع الحضري كده. وهو ما فيش لا اليوم عادة طبيعي جدا هو طبعا كان بتكلم في التليفون كتير قوي. وانا طبعا بقى ما كانتش بركز يعني. واليوم عادة طبيعي ما كانتش باين اصلا خالص ولا كان حد عارف خالص اي حاجة. ولا حتى انا في القوضة كنت عارف ولا اسمات اصلا ولا اي حاجة. خالص يعني ونزلنا تاني يوم ولعبنا وماتش خلص وروحنا وبس اتفاجئنا كلنا تاني يوم. ان هو ماشي واللعبة كلها عادت بقى تقول لي انت خلصت عليه. انت قلت له ان خلصت عن مال انا يا جماعة. هو الراجل واخد قرارش اكله وماشي. انا مال انا اخر ما اتش عاوض معي المشكلة يعني. يعني عادي الفوضة واحدة وما قالتش ان هو ماشي. لا لا خالص والله الموضوع كان. ما رميتش ويدنا قوي بيتكلم. خالص والله لا. ما خالص ولا اسمات اي حاجة ولا هو اتكلم اصلا مع حد وقال حاجة قدامي خالص خالص يعني كان الموضوع كان مفاجأة لنا كلنا. كل الناس اتصدمت يعني فهو. الادارة والجاز الفني ما جواكش يتقعد على كرسي اللي اعتراف. لا 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 خالص العاصل لا انا مالي ان انا ماليش دعوها هيقولولي اي اي عن. انا مالي يعني ما اعرفش اي حاجة اصلا وهو الراجل اللي خد قراره. ساعتها النادي طبعا ان تعالى بالدنيا كانت مقلوبة ساعتها في مصر كلها اصلا فحدش بقى مركز اصلا مين اللي اقعد معه ولا مين مش عاد محدش خارجها كان عارف حاجة كل الناس اتفاجت. اه تاني يوم انه هو مش موجود ايه. من ساعتها حرمت تقعد مع العيب كبير في القضا? لا بقى خلاص قلت له مجمعنا ماليش دعو بقى طلعوني برا الكسة بقى تقعد بقى مع اينو عشور والناس بقى اللي هي الصغرة اللي انا عارف ان ام ايه مش هيحصل لهم بشي انا عاد معيكم يا جماعة ما تسوينيش اقوز ايديكم. ما عادتش من ساعتها لأ فعلا من ساعتها مع العيبة جبيرة خلصة. ما كانش في موقف حصل على كوميديو بينك وبينو في القضا قبل ما يسافر ولا ايه? لا لا لا. كان بقى ايو مالة سامري عملي شاي واقع بيشرب شاي عايز اقول لك كل خمس دقيقي يعني. بيشرب شاي اوه والله. فطبعا بقى عملت مسلا تعشرين كوباية شاي. من غات ما نمت بقى قلت له كابتن انا بقى عايز انام. هو بيصهر بقى واقعد بيقعد براحته يعني فانا نمت بقى وصبته بقى. براكات جاب لكلبة جل اه. اه اه. هو براكات اه كان للأسف كل شوية حد يفتح الدلاب عنده. ياخد جل فهو لقى العلبة مفيش ما بتقعدش يومين. فراح اجي مرة واحدة كده لقنا الدوليب كلها فيها جل مين يا جماعة جايب وبركات جايب لقى كله اه. فجاب للفرة كلها جل فاهم? كل واحد جاب له قلبة جل. وبعدين اللي حصل. وبعد كده الحضر الجل خلص بتاع رح راع على وبركات علبة الجل بتاع تخيله اه مش اصرف عليك. اه يا مرة عشان الناس تحس على دمات شوية كل واحد دي جيبني نفسه بقى. والحضر الجاب بعدها جيل? اه لا كان بياخد برضو من الناس. لا لا اه الناس دي احلى ايام بصراحة. احلى ايام والله بجد احلى فترة عاشتها في حياتي في الكرة للخمس سنين اللي عدتهم في الفريق الاول في الاهل يعني. في طبعا زكريات كتيرة في 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 حياتي بعد كده بس طبعا خمس سنين دول اكيد اليوم زكريات مش هتتعود يعني. حاول كده يعني يا جامران ازاي ملترك هجيب لي هجيب اتنين مسلا ثلاثة كده يعني حاول. تعال نشوف كابتن محمد سنين هيجيب كم عدى بكورت التنس. ايام اقرب العودة للمنتخب ام العودة لينالي الاهل? لا انا مش عارف. الموضوع صعب. لا مش يعني. يجيلك فيهم تبقى فرحان اول. الاتنين طبعا انت بتمثل المنتخب مصري ديها شرف كبير اكيد اي حد يتمنى. وطبع رجوع اللي الاندي اكيد حاجة يعني طبعا هتبقى يعني ولا يعني احسن نهاية ممكن الواحد يتخيلها يعني. سمير شرفتنا ونورتنا. والواحد مبسوط ان كم مع العيب زيك على المستوى الفني العيب كبير. وبرى الملعب برضو انسان كبير جدا وانسان عنده قيمة كبيرة ومحترمة. ربنا خليك عبد الرحمان والله انت اخوي انت عارف وانا وبسوت جدا فعلا يا كنت معايك وحلقها انella تعجب الناس وتبقى تغيب. ان شاء الله حاجة کوئسها وان شاء الله تتعود ثانية قريب. وانا وبسوت فعلا يا كنت معايك. وشكرا على الكلم جميل اللي انت قلت دا. وان شاء الله الحلقة تعجب 문제 المشاهدين بازن الله. ان شاء الله. إن شاء الله جدا خلصت حلقتنا مع الكابت المحمد سامير وانشوف ان شاء الله فاتما. اشتركوا في القناة